حتى في المراوغات السياسية تفتح الأحزاب والكتل باباً جديداً للفساد المالي وسرقة مقدرات البلاد وتكلف الدولة عباً اقتصادياً إضافياً من خلال نفقات تهدر في سوق المساومات وتداعيات الحلول الوهمية كالانتخابات والتحضير لها مع ما يتطلبه ذلك من رصد مبالغ ضخمة وفيما أن ياب الفقر تعض الشعب العراقي والبطالة مستشرية والموازنة لم تقر إلى الآن تأتي الأرقام صادمة من المجلس الاستشاري عن تكلفة جلسات البرلمان ورواتب نوابه منذ تشكيله قبل تسعة أشهر وعقب انتخابات شهدت أكبر عزوف شعبي عنها 216 مليار دينار هي الكلفة الإجمالية ذهب منها 171 مليار دينار كرواتب للنواب فيما لم يعقد البرلمان سوى 12 جلسة لم تشرع إلا قانونين وكل ذلك على حساب مقدرات الشعب العراقي ومن هذا الباب يؤكد معهد كارنيغي للسلام الدولي أن الصراعات السياسية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أرهقت اقتصاد البلاد وكانت وطأتها الأشد على كاهل العائلات الفقيرة حيث تأثر الشعب سلبا بشلل المؤسسات والاضطرابات الأمنية وغياب الموازنة وقلق السوق كما أن الصراع السياسي صرف الأنظار عن نحو 60 مليار دولار من عائدات النفط خلال النصف الأول من العام الحالي فلا يعرف أين ذهبت هذه الأموال وعلى ماذا أنفقت بحسب معهد كارنيغي تكاليف الصراع السياسي وفاتورته الباهظة سترتفع بمجرد إجراء انتخابات جديدة تكلف ملايين الدولارات جيش من المراقبين وأدوات اللوجستية وحملات انتخابية وما إلى ذلك وكله من نفقة الدولة وبالنهاية تعود الوجوه ذاتها إلى حلبة الصراع السياسي مرة أخرى